السلام عليكم و اهلا وسهلا بحضراتكم ان شاء الله تكونوا بخير مبارح بالليل او النهاردة صباحا كان النهاردة صباحا بتوقيتنا كانت المناظرة المرتقبة ما بين ترامب و ما بين كمال هارس بس الاول خلينا اقول لحضراتكم كل السنة و حضراتكم طيبين اولا بمناسبة المولد النبوي الشريف والحاجة التانية النهاردة واحد تويت سنة 2166 في التقويم المصري القديم وهو اقدم تقويم على الاطلاق النهاردة مصر دخلت او حسب تقويمنا احنا في الحضارة المصرية القديمة احنا النهاردة بداية السنة مصرية جديدة بتبتدي من شهر تويت وان بتبقى الكلام ده جماعة حضراتكم مسجل في التاريخ من 6266 سنة فبس حبيت اقول لكل ناس كل سنة و حضراتكم طيبين وبالف خير النهاردة كانت المناظرة المرتقبة ما بين دونالد ترامب و ما بين كامالا هاريس و حضراتكم عارفين ان كانت المناظرة السابقة كانت هي السبب تقريبا في ازاحة بايدن على الاطلاق لان في المناظرة اللي فاتت كان ترامب مسج بايدن وهاجمه هجوم غير عادي بالاضافة لكده الحالة الصحية بتاعت بايدن اللي خلته كان خارج نطاق الخدمة والنهاردة كانت المناظرة الكل كان متوقع حاجات كتيرة جدا بعضها حصل وبعدها ما حصل شيء و نظرة الناس و العرب نظرة و اللي شافوه الامريكان و اللي شافوه الناخبين الامريكان ممكن تكون نظرة تانية يعني خلينا نقول كده بالبلد ان النهاردة اللي حصل ان كانت كامالا هاريس طبقا للصحف الامريكية و طبقا لرأي كتير من الناخبين الامريكان ان كامالا هاريس كانت متفوقة على ترامب و ان عندنا الصحف الغربية كلها يعني على سبيل المثال الوال ستريت جورنال الواشنطن بوست كانوا بيتكلموا على ان كامالا هاريس كانت اكتر اتصاق يعني كانت منظمة اكتر و خاصة في بعض الامور زي مثلا موضوعات الاقتصادية و الموضوعات الخاصة بالاجهاض صحيفة زي الانديبندنت كانت بتتكلم مثلا على ان دونالد ترامب كان لما بيجاو بيدخل في روايات كتيرة ولكن لما نيجي نشوف على ده الكلام ده بالنسبة للصحف طب هل الصحف دي كان فيه يعتبر فيه منها مثلا منحس شوية هو الحقيقة والكلمة اللي طلعها دونالد ترامب بعد المناظرة كان على حق لما قال ان دي زي ما حضركم شايفين الاسكرين شوت وهو كان بيقول ان دي كانت تعتبر اقوى مناظرة بالنسبة لي لاني كنت قدام تلاتة و انا عن نفسي كنت شايف كده ان ترامب كان بيواجه المزيع والمزيعة و كمالا هاريس التلاتة كانوا بيهجموه يعني انا جات علي فترة كنت حسس ان التلاتة بنقولها كده بالبلدي عاملين عليه حفلة من هنا هجوم ومن هنا هجوم ومن هنا هجوم ولكن ما اللي احنا نقوله فعلا انه كان جيد بالنسبة لترامب انه هو رغم الضغوط دي الا انه هو ما فقتش عصابه وفضل محافظ على مستوى في اسلوب الكلام وما خرجش عن سياق الكلام ولكن خلينا نطرح كده اكتر من حاجة وانا قلت لحضراتكم ان احنا عندنا كانت الصحف زي مسلا البلوتيكو امام حضراتكم اهي بلوتيكو كلها بتتكلم على ان ترامب كان اقل من مستوى هاريس وان كامالا هاريس كانت اعلى منه بل ان كانت هي متفوقة عنه ده الكلام ده بالنسبة للناخبين الامريكان والصحف الامريكية وقلت لحضراتكم او انا مش بتالكم قبل كده وبعدل المرة انهم مش هيخلو ترامب هو اللي حيفوز اوهم مش هيخلو ترامب هو اللي حيفوز راهم ان ترامب كان ماسك نقط مهمة جدا ومسك على كامالا هاريس في المناظرة دية وترامب في حاجة مهمة جدا انه قال يا جماعة انتم بالطريقة دي انتم حتورطونا في حرب عالمية تلتة حقيقة لما نيجي نقارن ما بين الاتنين يختلفوا المناظرة دية عن اي مناظرة تانية ام اللي كده حصلت في المناظرات اللي لان في النهاردة شايفين مناظرة ما بين واحدة هي نائبة الرئيس وهي بشكل نظري ولكن بشكل عملي هي تعتبر هي الرئيس لان اصبح بايدن خارج الخدمة تماما وما بين الطرف التاني شخص كان رئيس بالفعل قبل كده عندنا ترامب هادي تالت مرة يترشح فيها للرئاسة وكان فيه مرة كان هو رئيس الولايات المتحدة اذا الاختلاف ما بين المناظرة دي وما بين المناظرات اللي فاتت ان احنا شايفين مناظرة ما بين اتنين رؤسة بشكل عملي او بشكل نظري رئيس ونائبة رئيس حالية فالتنين عندنا كل واحد بيتكلم وكل واحد بيقول انا هعمل وانا هعمل وانا هعمل ولكن اللي بيقوله ترامب هو كان عامله قبل كده لذلك ترامب كان معظم كلامه انه هو بيقول انا كنت عامل كذا وكنت عامل كذا وكنت عامل كذا لانه هو مش بيوعد الناس على شيء انه هو لسه هيعمله لا هو بالفعل بيتكلم على حاجات هو عملها وحيكررها من تاني أما عندنا كامالا هاريس فهي كانت دايما في كلامها ده كلام ده بمنوجة نظري أنا بتقول أنا حعمل بالنسبة للإجهاض واحد واثنين وتلاتة حتى ترامب قال لها أن أنت كده بتقتل الناس لأن خذوا بالحضراتكم أن ترامب بيلعب على وجمهوريين على الإنجليين اللي هم بيشكلوا تقريبا تلاتة وستين مليون جوة أمريكا ده بالإضافة إلى المتدينين الآخرين ما بقولش أن ترامب كل الناخبين والمتدينين ولكن ترامب من ضمن يعني من ضمن الناس اللي ادعمة ليه بشكل كبير قال المتدينين في أمريكا وعندهم نقطة الإجهاض دي مرفوضة فترامب كان بيقولها يعني أنت بالنسبة وما رضدش عليه على فكرة هاريس في النقطة دي قال لها يعني أنت ممكن تقتلي الطفل وهو عنده تمن شهور جوة بطنه أمه لمجرد أن هي لها الأحقية أن هي تعمل عملية الإجهاض فإذا عندنا أن كامالا هاريس بتتحدث عن أشياء أنا حعمل واحد واثنين وتلاتة والصحف الأمريكية تنست إنها بالفعل هي اللي بتدير شؤون البلاد النهاردة أين هي من الوضع الاقتصادي يعني ترامب رد عليها لها أنتوا بقالكوا أكتر من ثلاث سنين ونص وعملها بتقولي حعمل واحد اتنين تلاتة اربعة ما شفناش ليه من اللي انت بتقولي ده عملتي خالص فإذاً دي برضو نقطة مهمة حاجة تانية حاجة تانية كامالا هاريس كانت من بداية المناظرة إلى نهاية المناظرة هي في موقف المهاجم وكان دونالد ترامب كان في موقف المدافع بس الحقيقة أن مش كل مهاجم هو لازم يكون متفوق يعني خلينا نقول كده أن كان دونالد ترامب كان في موقف الدفاع ولكن في المناظرة اللي فاتت مع بايدن كان مناظرة في موقف الهجوم رغم كده كان ترامب هو اللي أثبت نفسه وترامب هو اللي كان له حضور بايدن هو اللي كان له حق وكان وقف موقف الدفاع بس النهاردة العكس بس السؤال هنا هل أنت كمواطن أو كشخص حسيت رغم أن كامالا هاريس كانت هي المهاجمة وترامب كان هو المدافع أيهما كان أكثر مصدقية أيهما كان أكثر حيوية أيهما كان تحس أنه هو على طبيعته كان ترامب كان على طبيعته وأنا الحقيقة حسيت أن كامالا هاريس كان السكريبت اللي هي حفظه كان متفوق على شخصيتها حسيت أن أنا فعلا بتعامل مع واحدة إنسان آلي نوعا ما ما كانتش بطبيعتها نهائي وده اللي كان باين جدا لذلك أن كان ترامب أكثر حيوية والنقطة التانية بالنسبة كمان نقطتين بقى مهمين إلى بالنسبة أننا إحنا في الشرق الأوسط والوطن العربي أيهما أفضل كامالا هاريس أم دونالد ترامب إحنا عندنا بالنسبة للإتنين دول يعني بغض النظر بقى عن الأوضاع الاقتصادية اللي هم تكلموها والهجرة الغير شرعية وإن ترامب برضو هاجم بايدن بالنسبة هو وكامالا هاريس بالنسبة الموضوع الهجرة الغير شرعية ولكن خلينا نتكلم في النقطتين المهمتين اللي يعانونا وهو الوضع في الشرق الأوسط والوضع بالنسبة إلى الحرب الروسية الأوكرانية من يتخيل أن دونالد ترامب هو حيكون لو بقى رئيس أنه هو حيكون داعم إلى إسرائيل أكتر من كامالا هاريس فهو مخطو إمبارح ترامب لما أتكلم قال حاجة مهمة قوي قال إن كامالا هاريس في وجودها كرئيسة إسرائيل دي حتندسر تماما ومش حتبقى موجودة غير بعد في خلال سنتين والحاجة الثانية إنها كمان بتقنع العرب يعني هي ردت كامالا هاريس على النقطتين دولت في حاجة أول ما قالت كده رح كانت نقصة تمسك الإنجيل ولا تمسك أي كتاب مقدس وتمحضع على عنها وتحلف يمين ثلاثة إنها بتعشى إسرائيل وبتحب إسرائيل دا كان في كلامها وإنها تعمدت بشكل كان واضح إنه هو إن هي توصف حماس على إنها منظمة إرهابية دا بالنسبة إلى كامالا هاريس ولكن لما ترامب تكلم على إن كامالا هاريس بتكره العرب ما ردتش ولدت أي تعاليق نهائي في الكلام دا وده إن كان بيدل فبيدل على إنها فعلا ممكن تكون حاولة إنها كمان ترضي اللوبي الصهيوني وترضي اليهود وترضي الإسرائيليين أكتر وأكتر فإنها ما ردتش على موضوع كرهيتها للعرب إذن إرضاها إلى إسرائيل كان أهم عندها من إنها ترضي حتى العرب ولو بكلمة كانت بتحلف إنها بتحب إسرائيل وإنها داعمة وإنها 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 ولكن ما لقيتش نهائي على كرهيتها للعرب النقطة التانية تكلم فيها ترامب على ما يحدث من الحرب العالمية التالتة ومع بوتين وهنا سألوا ترامب وقالوا له السؤال دا هل إذا كنت حتمسك الرئاسة هل إنك أنت حتدعم أوكرانيا فرد ترامب وقال إيه قال أنا حوق في الحرب ما قلش أنا حدعم أوكرانيا ولا مش حدعم أوكرانيا لأن أخدوا بالكم ترامب كان يتكلم على إن هاريس وبايدن سابوا أسلحة كتير في أفغانستان والطلبان وإنا 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 قال إحنا عملت جيش قوي في أباريكا هو كان عاوز يقول بيوزعوا جيش بتاعنا على الأوكران بس ما رضاش يقولها هو أنوادش هو ألا هو كان عايز يقولها بس ما رضاش يقولها ليه لأنه مش عايز يبين نفسه هنا في موقف إنه داعم إلى روسيا فبالذلك كلم ترامب وقال إنه هم اللي حيسببوا حرب عالمية ثالثة طب هل فعلا كمالة هاريس هتكون داعمة إلى أوكرانيا بأكد لحضراتكم من خلال ما إحنا شايفين من كل ما قالته كمالة هاريس مع زيليانسكي ومع إدارتها مع بايدن أن كمالة هاريس هتولع الدنيا أكتر وأكتر إذن إحنا عندنا كمواطن عربي أو كمواطن في الشرق الأوسط بينلاقي إن كمالة هاريس بنقول ربنا يسطر لأن المنطقة هتولع أكتر وأكتر دا مش رؤيتي أنا مش بكلم حضرتك على واحدة ناخبة لسه ما نعرفش عنها حاجة أنا بكلم حضرتك على الواحدة هي الفايس بريزدينت في أمريكا هي اللي تعتبر الرئيس الحقيقي إلى أمريكا لأن بايدن النهاردة فين هو النهاردة ترامب قال قال بايدن عملته فيه إيه رميته وركنته زي الكلب دا حسب تعبير شوف أقول لحضرتكم على حاجة بدون شك أن بالنسبة للصحف الأمريكية وبالنسبة للمواطنين الأمريكيين وبالنسبة لناس كتيرة جدا جدا كان كامالا هاريس هي الأكثر غجوما هي الأكثر تركيزا ناس كتير حتى في الجمهورين عابوا على فريق ترامب علشان ما يعرفوش أنهم يعيدوا له المناظرة بشكل قوي كان ترامب أكثر تشتتا كان مشتت بشكل أكثر لكن أنا كشخص لست مواطن أمريكي ولست واحد عايش في أمريكا بيأكلم على أن أنا شايف مين اللي مقنع أكثر كان بالنسبة لي برضو ترامب لأن ترامب هو واحد بيتناول عايز أن هو يحتوي الحروب ويقلل من الحروب وأن هو داعي للسلام درجة أن كانت كامالا هاريس بيدعيب عليه أنه هو كان قابل زعيم كوريا الشمالية قبل كده وأن ما بينهم خطابات بتحمل كلام ودي فده بيبين أن كامالا هاريس ليست من دعاة السلام بيبين أن كامالا هاريس لها اتجاهات إلى توسيع الحروب وده اللي بيأيده كمان القادة العسكريين الأمريكان في البنتاجون فإذن إحنا عندنا كامالا هاريس جاية بأجندة موازية ومطبقة إلى أجندة عالمية عايزين يطبقوها ولكن ده بش معناها أن كان اللي حصل ده هو عبارة عن هزيمة لترامب سبق قبل كده أكتر من رئيس فيه تقريبا عندنا ريجن كان داخل فيه مناظرة ومنجحش في المناظرة بتاعته وعمل مناظرة تانية كان نوعا ما كويس ولكن أصبح برضو رئيس جورج دابليو بوش جورج دابليو بوش كان أمام المرشح أمامه في الانتخابات ساعتها كان في سنة 2004 لما أعتقد كان جورج دابليو بوش كان منظره وشكله كان صعب جدا كان أعتقد كان الجور على ما أفتكر وكان مهزوم جورج دابليو بوش في المناظرة ورغم كده فاز بالانتخابات الأمريكية رغم أنه كان فيها ضعون وكان فيها شك عموما إحنا شوفنا قدامنا مناظرة بتبين عندنا اتجاهين اتجاه يميني واتجاه يساري في قرارة نفسي أن المجتمع الأمريكي النهاردة منقسم بشك ما حصلش وإن الانتخابات الأمريكية دي حتشهد ممكن حاجات الانتخابات الأمريكية دي غير الانتخابات اللي فاتت عموما برضو عشان ما بقاش بسبق الأحداث وعشان ما نشوفش إحنا هنشوف فعلا في الفترة اللي جاية ماذا سيحدث حابيت أن أتناول مع حضراتكم الآراب سواء الدولية والعالمية ورأيي الشخصي في تلك المناظرة بشكركم جدا جدا على مشاهدة حضراتكم للفيديو السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة